حياكم الله مشاهدين و اهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين تظاهرات حاشدة عبر العالم نصرة لفلسطين وتنديدا بالمجازر الصهيونية الاقتحام البري لجيش الاحتلال الرهان الاخير وعواقب وخيمة على الكيانة اذن مشاهدين في بقع جغرافية متعددة وعلى اتساع العالم فلسطين بضربات مقاومتها والحصار اللا انساني على سكان قطع غزة لم تكن وحدها الضمائر الحية كانت مساندة لها منددة بجرام الاحتلال الصهيوني ودعم القوى الغربية له في حصاد الارواح البريئة وبطرق المعتادة المتسمة بالوحشية فاليوم كان الصوت عبر العالم كان هادرا ومتوحدا لان غزة تتعرض لحرب ابادة جماعية وان المنظومة الغربية اسقطت قناع الانسانية عنها وهي تتفرج على مشاهد الدمار والنار التي يخلفها جيش الاحتلال وتعطى المزيد من الضوء الاخضر لتل ابيب في مواصلة هذه المجازر وفي ملف حصادنا الثاني مشاهدين فان الضربات التي لقنتها كتائب القسام لجيش الاحتلال الصهيوني في عمليات طوفان والتي اجبرت واجبرت على خلالها قوات اسرائيل على الانكفاء لمسافات بعيدة وجعلتها تفكر الف مرة ومرة في اتخاذ قرار الاقتحام البري لغزة ومواجهة المقاومة الفلسطينية من مسافة صفرية فالمقاومة مشاهدين مستعدة لهذا النزال وتوعدت الكيان الصهيوني المؤقتة ان تجعل تكلفة هذا القرار ثمنه باهظ جدا وان تكون غزة مقبرة جماعية لجيشه المهزوم فالرهان الاخير اي الاقتحام البري الذي تجعله اسرائيل في حساباتها وتحشد له نخبة مقاتليها سيكون كمن يقتل نفسه بنفسه فهي غير عالمة بمعطيات الارض هناك وهذا ما سيجعلها تدفع ثمنا ثقيلا لحرب المدن الطاحنة اذا المشاهدين هذا من ابحصاتنا لهذه الليلة وارجو ان تبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالحقيقة هو تغير هو منعطف ليس فقط على المستوى الاعلامي او على المستوى السياسي ولكن المنعطف الاصلي الذي حدث في الميدان تحول المعركة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني الى معركة انهاك وانهاء وافشال للكيان الصهيوني اذهلت العالم اذهلت المنطقة اذهلت القوى السياسية وفوجئ الكيان الصهيوني بضربة صميمية فلذا نجد هذا التعاطف الشعبي والتعاطف الدولي والتعاطف حتى في داخل الدول الغربية نفسها في داخل بريطانيا والنمسا والمانيا وبريطانيا وبقية الدول يعني وصل المتظاهرون الى اليهود والى البيت الابيض والى الكونغرس اذا توجد انعطافة كبيرة في مدى التعاطي الدولي الاعلامي السياسي واعتقد الاكثر الشعبي وليس السلطوي السلطات لا زالت تتكدس في مواضع الدفاع عن الكيان الصهيوني لا زالت تقف في خندق النفايات السياسية الرافضة لاي مبدأ انساني حتى حينما تضرب كنيسة حتى حينما يضرب مستشفى حتى حينما تضرب مدارس تحت رعاية الانروا تحت رعاية الامم المتحدة لكن هذه السلطات لا تكاد تعبر عن موقف انساني او موقف له علاقة بحقوق الانسان وسلامة البشر ولذا جاءت الاصوات من الداخل هذه الدول نفسه تقول كلا لهذا الانحياز للظلم للطغيان للجريمة ما حدث في الايام الاخيرة من ضرب مدرسة وضرب مستشفى المعمداني وضرب كنيسة هذا يكشف على ان الكيان الصهيوني لم يعد يأبه لشيء بل يعني من اللافة خلال فترة وجود الامين العام للمنظمة المتحدة قرب معبر رفح تقوم طائرات الكيان الصهيوني بضرب المنطقة اذا هناك هستيرية هناك انفعال الى درجة الجنون الكيان الصهيوني ضربة ضربة قاصمة لا يعرف كيف يرد عليها لا يعرف اين يرد عليها ولم يبقى امامه الا خيار القصف العشوائي والشديد ولكي على الاقل يرفع من مستوى القتلى يرفع من مستوى الضحايا الى مستوى يستطيع ان يقول للاسرائيليين ان الفلسطينيون قتلوا من عندنا الف ونحن قتلنا منهم عشرة الاف لا يوجد اي مبرر غير هذا التسويق التافه الذي يحاول الكيان الصهيوني ان يخلق له انتصار وهمي في هذه المعركة التي خسرها صميميا رحبك مرة اخرى سيد سعيد وهذا الزخم الكبير الداعم للقضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية هل هو مكافئة للدعم الغربي للكيان الصهيوني والذي منحه الضوء الاقضر بالاغال بالدم الفلسطيني تحية طيبة لك استاذ بشار والأخ العزيز الاستاذ كامل ولجميع المشاهدين اهلا ومرحبا شكرا طبعا ما نراه من دعم من قبل الشعوب العربية والاسلامية هو في الواقع يعني تعودنا عليه في كل مرة عندما يرتكب كيان الاحتلال جريمة ضد الشعب الفلسطينيين نرى مثل هذا التواجد بالملايين من قبل الشعوب العربية والاسلامية واعتقد يعني الدعم واضح جدا من قبل هذه الشعوب وهي ليس مستعدة فقط ان تتظاهر في الساحات بل هناك مئات الملايين انا اقول لك ليست عشرات الملايين بكل تأكيد مستعدة ان تزحف نحو باتجاه فلسطين وان تجزاح الحدود وان تخلصن من هذا الكيان القاصب بكل تأكيد توجد هذه الحمية لدى الشعوب العربية والاسلامية للحسب يعني هي الانظمة التي تسيطر على الحدود وهي التي تمنع هذه الشعوب من ان تواجه هذا الكيان الذي يحاصر نفسه في الجدران وكان يتصور يعني هذه الجدران يمكن ان تحميه رأينا كيف بضعة من الشباب يعني الف شخص او الف ومائتين من المقاومين في كتائب القسام اشتاحوا الاراضي الفلسطينية المحتلة وكيف قضوا على الجنود والقيادات هناك الدعم الغربي كل ما في الامر هو دعم بالسلاح ودعم اعلامي وهو للأسف هذا الدعم يأتي للتغطية على الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان الجرائم الرهيبة والتي حقا يعني هي كل جريمة في كل ساعة في كل دقيقة يرتكبها كيان الاحتلال ينبقي محاسبته علي هذه الجرائم من قبل اذا كان هناك قانون دولي او مجلس امن او امم متحدة ولكن للأسف كل هذه يعني لا قيمة لها عندما تكون الجرائم من قبل اسرائيل لا احد يتحدث لا الولايات المتحدة الامريكية ولا الاتحاد الاوروبي بل يقطون على هذه الجرائم ويدعمونها ويعطون الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من هذه الجرائم الشيء المهم في هذه المرة الذي هو يقترب عن المرات السابقة هذا الحماس الكبير الذي نراه في الشارع العربي والاسلامي ولد فصائل المقاومة وشعب فلسطين نفتح يعني عندما كنا نتحدث في السابق عن أن هذا الكيان زائل هذا الكيان بني على الاحتلال وهو كيان باطل ولا يمكن أن يبقى في هذه المنطقة في قلب العالم الاسلامي والعربي كان البعض يتصور أن هذه شعارات اليوم الشعب الفلسطيني المرأة الفلسطينية الطفل الفلسطيني والشيخ الفلسطيني كل هؤلاء يتحدثون عن أنه اختربنا من زوال هذا الاحتلال وسوف نقضي عليه ونخلص الأمة العربية والاسلامية والعالم بأسره من جرائم هذا الاحتلال كل إسرائيلي لديه فاسبورتين لديه واحد إسرائيلي واحد أوروبي واحد أمريكي أخي العزيز كن على ثقة بعد هذه المعركة هذه المعركة التي انتصر بها الشعب الفلسطيني بالرغم من التضعيات الكبيرة سنرى كيف يتفكك هذا الكيان من الداخل وتسوف يهاجر ولا يستطيع نتانيوه ولا غيره أن يضمن لهم الأمان والكل بات يشعر بالخوف والقلق وعدم الأمان في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذه هي إن شاء الله مقدمة لتخلص شعوب المنطقة من هذا الكيان الإرهابي المجرم سيد سعيد تذكرت شعوب عربية والإسلامية من تقف بجانب الشعب الفلسطيني لكن هناك أيضا من وقف بجانب الشعب الفلسطيني بمواقف واضحة ومهمة في مدن أوروبية وفي كذلك في مدن بالولايات المتحدة الأمريكية داعم للقضية الفلسطينية وحق هذا الشعب ومندد بجرائم الكيان ما مدى أهمية هذا الموقف من هكذا بلدان طبعا مهم جدا أن نرى مثل هذا الدعم في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية بالرقم من أنه للأسف يعني الإعلام القربي نراه يعني منحاز تماما إلى إسرائيل كل هذه الجرائم يعني هذه المستشفيات التي تم قصفها المدارس المساجد ما بعرف البيوت غير المدنيين كل هذه ويحاول التقطيع على هذه الجرائم وكأن إسرائيل لم تفعل شيئا وكأن إسرائيل قبل 7 كوبر لم تكن مجرمة ولم تكن تحتل الأراضي الفلسطينية اليوم نرى هناك يعني وعي كبير قد حصل في السوشيال ميديا في الإعلام بعض الإعلام طبعا القربي أنت عندما تابع تويتر بتشوف الردود وماذا يكتبون عندما يقرد ترامب وعندما يقرد يعني بايدن ترى كيف يردون عليه ويقولون له أنت تكذب إسرائيل إرهابية إسرائيل تقتل النساء والأطفال كثير من هؤلاء هم من الشعوب الأوروبية ومن أمريكا هذا لم يكن في السابق هذه أعتقد يعني معادلة جديدة مهمة ستجعل العالم يعرف الحقيقة يعرف من هو صاحب الأراضي الفلسطيني أو الإسرائيلي يعرف كيف زرع هذا الكيان في قلب العالم الإسلامي فهذا سيساعد على الضغط على القيادات السياسية في أوروبا وفي أمريكا من أجل أن توقف دعمها للقتل والإرهاب الذي يمارسه إسرائيل فأعتقد هذه خطوات مهمة بدأنا نعها في المجتمعات الغربية طيب سيد كامل هذه الرسائل هذه المواقف المهمة من مختلف شعوب العالم أوروبية أمريكية عربية إسلامية هل تؤكد بأن هذه الشعوب هي جزء من هذه المعركة؟ يعني لا يمكن اعتبار هذا المد الجماهيري الدعم اعتباره غير مؤثر لأنه مجرد كونه في الخارج أو كونه في الإعلام الأنظمة السياسية في العالم تهتم بسمعاتها السياسية وتهتم بمواقف الشعوب منها وتهتم بما يتم التداول الإعلامي بشأنها وأكثر الأنظمة الأوروبية يعني الأنظمة الغربية بشكل عام تراعي هذه القضية بالتأكيد هذا الصوت المدوي سوف يؤثر سوف يزعزع ثقة الحاكم بمواقفه الدعم للكيان الصهيوني مثلا وزير الداخلية الألمانية يقول أنصار حماس لازم نسقط إقاماتهم أو وزير الداخلية السويدية أو يقولون الذي يدعم الموت الذي يأتي من الإرهاب يجب أن يفكر في إمكانية أن يبقى هنا في هذه الدول هذا الضغط السياسي الذي تقوم به بعض الحكومات ضد القوة الجماهيرية الصاعدة بسبب الرعب الذي أحدثه الهجوم الفلسطيني أحدث رعبا غير متوقع وغير محسوب بحيث يمكن أن نعتبر أن حضور بايدين حضور بلينكين حضور حاملة الطائرات الأمريكية بالمنطقة إدراك لخطر حقيقي يهدد الكيان الصهيوني ولذا نشوف ألمانيا فرنسا بريطانيا اليابان كل مجموعة الدول الغربية كلها تصرح ضد حماس وتدين حماس وتعتبر حماس إرهابية يعني ما الذي جرى يعني شباب فلسطينيين أراضيهم محتلة بيوتهم منهوبة مساجدهم منتهكة أطفالهم يقتلون نساهم تقتلون مرة وحدة سووا عملية يعني ثأروا لأنفسهم واجهوا الكيان الصهيوني لماذا هذا الانقلاب في هذا لأن هناك خطر حقيقي من هذه العملية هدد الكيان الصهيوني في بنيته التعتية ولذا أنا أعتقد أن هذه المواقف الإعلامية التي ظهرت الآن والتي أدت إلى ارتفاع صوت فلسطين وغزة في مواجهة الكيان الصهيوني سيكون لها تأثير كثير بالنسبة للمواقف الإعلامية يمكن أكو ملاحظات عليها أرجع لك المواقف الإعلامية لكن سيد كامل مواقف الشعوب تحديدا هذه التظاهرات الوقفات الاحتجاجية خصوصا مواقف الإيرانيين العراقيين اليمنيين اللبنانيين الأردنيين أيضا اللي اتخرجوا بتظاهرات وأقومعوا من قبل السلطة ما مدى أهمية هذه المواقف باعتبرها مميزة بزخم شعبي كبير واستعداد عالي حتى برغبة للذهاب إلى فلسطين والمقاتل بجانب أخوانهم يعني أنا أعتقد أن القوى السياسية الإسلامية في محور المقاومة معنية بتحويل هذه القوة الجماهيرية إلى قوة الضغط حقيقي قوة الضغط الحقيقي حينما تهدد المصالح الغربية حينما تهدد المصالح البريطانية والفرنسية والألمانية حينما ترفض شراء المنتجات الفرنسية والبريطانية تتحول يتحول هذا الصوت إلى قوة مؤثرة الدول الأوروبية والدول الغربية لا تعتني بشيء بقدر احتناها بالمصالح والمال حتى المواطن اليهودي حتى المواطن اللي بنظرهم هو جزء من الكيان الإسرائيلي هو ليس مهما بقدر ما أن الكيان الصيوني أداة تحقيق مصالح فإذا دفاعهم عنه ودفاع عن المصالح لذا أنا أعتقد إذا استطاع التيار المقاومة ومحور المقاومة توجيه هذه القوة الجماهيرية باتجاه مقاطعة البضائع الأمريكية ومقاطعة البضائع الأوروبية الضغط الاقتصادي مهاجمة المصالح الموجودة إغلاق السفارات الموجودة في بلدانهم إشعارهم أنهم يعني أعتقد سيد كامل أن هذا الحراك الشعبي المتضامن مع فلسطين سوف يتصاعد بالفترة القادمة أنا أعتقد هذا مشروع مطروح الآن مطروح على الساحة الآن يوجد حراك شعبي كبير يوجد تيار جماهيري كبير في عشرات الدول في المنطقة والعالم بحاجة إلى توجيه وبحاجة إلى تجذير وبحاجة إلى توجيه بالتجاهات إيجابية كيف يتحول هذا التيار الجماهيري إلى تيار ضاغط على المواقف السياسية إذا ذهب إلى محاربة المصالح الغربية إذا استطاع جمهورنا أن يتحول من التظاهر والصوت والإعلام إلى العمل الاقتصادي ومحاربة المصالح الغربية سوف يكون محور مؤثر جدا طيب سيد سعيد ما مدى أهمية هذا التواصل بالفعاليات والمسيرات الحاشدة والاقتصامات هناك من هذه الشعوب من تحرك اعتصم على الحدود بنية الذهاب إلى فلسطين لنصرة الفلسطينيين الأيام المقبلة تعتقد سيستمر هذا الحراك طالما استمر هذا العدوان وحرب الإبادة لسكان غزة وإلى أين ممكن يصل هذا الحراك طبعا هذا الحراك إذا بقى فقط في الساحات وشعارات ونأتي مثلا نصدح ببعض الشعر قد لا يؤثر كثيرا في المعادلة لا يستطيع أن يوقف الجرائم الإسرائيلية ولكن هو بكل تأكيد مؤثر على اتخاذ القرارات من قبل الحكومات يعني إن كان في الشعوب العربية والإسلامية لدينا يا أخي ترى كيف تم بكل وقاحة عادة العلاقات أو فتخ سفارات لإسرائيل في بعض الدول العربية والإسلامية فمثل هذه المظاهرات تضغط على القيادة من أجل على الأقل فرد السفراء الإسرائيليين أو عدم التعاون معهم أو عدم السماح للحكومات الحكومات التي توجد للولايات المتحدة الأمريكية في بعض الدول يعني قواعد عسكرية عدم السماح للقيادات أن تسمح لأمريكا أن تزود إسرائيل من هذه القواعد العسكرية بالسلاح من أجل قتل الشعب الفلسطيني ولكن يعني كما تفضل الأستاذ العزيز يعني هناك بإمكاننا القيام بالمزيد يعني بإمكاننا مواجهة الدول الغربية وأمريكا اقتصاديا هذه الدول التي تدعم إسرائيل يعني تصور أن العالم الإسلامي هو ملياري من البشر هذا العدد الكبير يعني حوالي ثلث سكان العالم أن تكون شركة قربية أوروبية عندما ينهار اقتصادها أو مبيعاتها بنسبة الثل ستكون كارثة على تلك الشركة يعني بإمكان المواطن العربي والإسلامي أن لا يشتر السيارة الأمريكية ولا الموبايل الأمريكي ولا المنتجات الغربية يعني هناك بدائل هناك المنتج الصيني أو دول أخرى فلو استمرين بهذه الحرب الاقتصادية الضاقطة على الدول القربية والداعمة لإسرائيل بكل تأكيد ستعيد الحسابات تلك الشركات والدول لكن سيد سعيد ما مدى سهولة وإمكانية تحقيق هكذا خطوة أو هكذا سياسة اقتصادية والولايات المتحدة سبقت هذا رد الفعل بأنها مسيطرة عن اقتصادات العالم والمنطقة خصوصا بكل تأكيد أخي العزيز صحيح الولايات المتحدة تسيطر على الاقتصاد وعلى الانترنت وعلى الكثير من الأمور الأخرى ولكن أنت عندما تأتي السيارة في المتجر يعني في هذه الدولة العربية أو تلك الدولة الإسلامية أو الموبايل أو الكثير من المنتجات الغربية أنا كمواطن عندما لا أشتري هذا المنتج ويبقى يعني في الأسواق ولا تستطيع يعني أن تبيع هذه خسارة كبيرة لهم أنت عندما تستبدل هذا المنتج بالصين أو يعني ما بعرف الياباني أو الكوري أو دولة أخرى فهذه ستكون خسائرهم بعشرات المليارات بمئات المليارات أنت إذا تعمل يعني أحصائية وبالشهود كم تربح الشركات الغربية والأمريكية من الأسواق العربية والإسلامية فلو توقفت هذه يعني هذه المنتجات وابتعدنا عن شرائها فبكل تأكيد سيتلقون ضربة قاسمة اقتصادية مؤلمة يعني ولو استمرت هذه الحالة يعني ليس يوم أو يومين وبعدين بنرجع يعني أشهر نتقد غرار مع أنفسنا نحن الذين لا تسمح لنا الحكومات أن نذهب ونقاتل هناك ونخلص الأدفال والنساء من الإرهاب الإسرائيلي على الأقل أن نقوم بهذه الخطوة إعلاميا أيضا بإمكاننا القيام بالكثير من القضايا نحن كشعوب بالأضافة إلى ذلك فقط نقتل خلينا أنتقل بالجانب الإعلامي وسؤال عن الجانب الإعلامي مع سيد كامل باعتبارك إعلامي شلون تقيم دور الإعلام بهذه المنازلة الفاصلة هناك إعلام مؤيد للفلسطينيين حاليا هناك إعلام مؤيد للصهاينة لكن هناك إعلام حتى إعلام عراقي سيد كامل ربما يغطي هذه المعركة وهذه المواجهة دون ذكر الضحايا المدنيين وجرائم الاحتلال يعني توجد هيمنة غربية على الإعلام واضحة وتوجد عملية تسويق لصالح الكيان الصهيوني حتى العمليات الآن التي يتم الحديث عنها في وسائل إعلام حيادية لا توجد تغطية دقيقة لخسائر الكيان الصهيوني لا يتحدثون عن ما يخسره وما سيخسره ولكن يتحدثون عن زيادة الأرقام والجرائم فيما يجري في غزة وفي فلسطين من أجل تخويف مفخيم هذا عملية التغول الإسرائيلي الإعلام الآن أيضا في محنة وعليه أن ينجح في هذا الامتحان من خلال اختيار الوسيلة الصحيحة النقل الصحيح التحليل الصحيح تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها الإعلامية في المنطقة أن تتعرف أكبر مجموعة إعلام بالعالم هي يديرها المحور الصهيوني تحاول أولا تضعيف همة المجتمع والمجتمعات العربية والإسلامية عن نصرة حماس وتخوفهم ويتتصور أن المجاهدين يخافون من حاملة الطائرات الأمريكية والقصف الأمريكي وغيره التخويف من الهجوم البري على غزة هذا كل أكاذيب إعلامية وكل خدع إعلامية هي إسرائيل كانت موجودة في غزة في 2005 ولما اشتدت العمليات الفلسطينية اضطرت أن تنسحب واضطرت أن تترك غزة فالتهديد بدخول غزة ماذا سيفيدها سوف يضع جنودها بمقابل الشعب الفلسطيني وبالقرب منه وبما يسهل قتلهم الكيان الصهيوني هرب من غزة الكيان الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية هربت من أفغانستان لماذا نخاف أن تدخل مرة ثانية إلينا ماذا يمثل 2000 جندي أمريكي موجودين في فلسطين لدعم الكيان الصهيوني هل معقولة أن أمريكا التي كان تمتلك في العراق لوحده أكثر من 150 ألف أسكري وأكثر من 150 ألف متطوع مدني وشركات أمنية وغيرها وانسحبت تحت ضربات المقاومة هل تستطيع أن تخيفنا ببارجة أو بألفين أو بغير ذلك طيب الإعلام يتناول القضايا بطريقة لصالح الكيان الصهيوني ولكن إن ثقة إن إيمان بأن وعي شعوبنا وثقافتهم وقدرتهم على التحليل الصحيح نعم ووجود هذه القنوات الطيبة التي تنقل الحقيقة التي تنقل التحليل الصحيح والخبر الصحيح سيساهم في كشف الغشاوة عن عيون بعض المخدوعين بالإعلام الغربي والإعلام التسليوني شكرا لكم الإعلامي والمحلل السياسي سيد كامل كناني كنت ضيفا كريما والشكرة جزي لكم الباحث بالشانة السياسية السيد سعيد شاوردي كان معنا مباشرة أبرس كاب من طهران شكرا لكم سيد سعيد إذن مشاهدين ننتقل سوياتا إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه الاقتحام البري لجيش الاحتلال الرهان الأخير وعواقب وخيمة على الكيان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم من فلسطين أهلا بكم ما دكتور أبدأ معك سماحة الشيخة تابعنا هذا النجاح الكبير والمدوي لعملية طوفان الأقصى وذهول الكيان الصهيوني يعني هؤلاء الشيخة كاظم من قاوموا بهذه العملية هذا الطوفان الكبير تعتقد أنهم يخشون الاشتياح البري بسم الله الرحمن الرحيم من بداية تحية إجلالا وإكبار لكل الذين ساهموا وشاركوا ودعموا هذه العملية الكبيرة والرحمة والفرود لكل الشهداء شهداء فلسطين أنا أعتقد أن هذه العملية بعد لم تعرف ثمارها بالكامل هذه العملية هي عملية لم يسبق لها مثيل على تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي هذه العملية لها إنعكاسات كبيرة داخل فلسطين وخارج فلسطين في العالم العربي والعالم الإسلامي وخارج هذه الدائرة وهذا المحيط وأنا أؤكد وذكرتها كرارا ومرارا أكبر إنجاز لهذه العملية أن الكيان الصهيوني فقد الأمن الدولي له وبالتالي هو لن ينعم بالأمن في كل دول العالم لا في سفراته ولا في غيره وما هذه المجازر التي حصلت إلا هي ردت فعل حتى يغطي على هذا الإنجاز وهذا العمل الكبير أعتقد أن هذه العملية جاءت ب تخطيط ودقة عالية لم يتناولها الإعلام بشكل تفصيلي حتما سيأتي يوم وتشرح بالكامل نحن لدينا معرفة بالتفاصيل هذه العملية بعض التفاصيل الفنية فيها هي من أرعب أو ما أرعب الكيان الصهيوني وهو يعلم جيدا الحجم التقنيات المستعملة والإساليب الفنية المستعملة فيها أرحب بك من جديد دكتور جلال أهلا بك مرة ثانية ومن قاموا بهذه العملية وصفت بالجريئة جدا ألم يكونوا يتوقعون رد الفعل الصهيوني بداية نحيي أهلنا في العراق الذين يمثلون السند والسند إن شاء الله لقضية فلسطين وللمسجد الأقصى الذين أوصلوا رسالة إلى الولايات المتحدة التي هي ربيبة دولة إسرائيل بأن مصالحها فعلا يمكن أن تهدد في المنطقة عبر اليمن وعبر الأراضي العراقية الأراضي السورية ومناطق أخرى وأن الشعب الفلسطيني من ورائه أم حية أم عربية وإسلامية وعالم حر وبالتالي العالم بعد السابع من هذا الشهر ليس كالعالم أوله لعل بركة فلسطين تحل على المنطقة كلها وأن يوحد الله ما بين أفراد الأمة ليتوجهوا نحو حكم أنفسهم يتحرروا من التبعية إلى الغرب الظالم الآن إجابة على سؤالك أحببت أن أعكس ما تقوله الصحافة الإسرائيلية لعل مجال جلوبوس وهي المجلة المتخصصة بالمجال الاقتصادي وضعت تقريرا كاملا عن الجدار وقالت لقد سقط الجدار فبقدر تكلفته واستثماره كان الفشل هذا الجدار هذا الجدار طوله 65 كيلو مترا يمتد من الحدود المصرية إلى قلب فلسطين ثم يصل إلى شاطئ البحر عند مدينة أزدود الفلسطينية ثم يدخل لمسافة لا تقل عن 8 كيلو مترا هذا الجدار كلف ثلاثة مليارات ونصف المليار من الشواكن بمعنى مليار دولار ما كثب بنائه سنتين ألف ومائتين عامي استثمر به مليونين من الأمطار المكعبة من الباطل المسلح ومئة وعشرين ألف طن من الحديد والفولات هذا تقنيا لنقول بأنه بنائيا أما تنقل تقنيا فوضعت مجسات تصل إلى تحت الأرض إلى عمق يزيد عن كمسة وعشرين مترا عدا عن الأجهزة التي وضعت وهي ذاتية إطلاق النار بحيث لو وصلت أي إشارة فلديها برنامج على الحاسوب أن تقوم بإطلاق الصور وتمتعامل معها وتدميرها إذن أكون معطيات كبيرة لهذه العملية لكن هل كان رد الفعل الصهيوني متوقع بهذا القصف الكبير والمكثف وكذلك وجود احتمال الاشتياح البري المقاومة كانت متوقعة أم هم ينتظرون هذا الاشتياح فعلا وأكثر من ذلك الوعي يتطلب منها بأن عملا كهذا لم تستطع دول ولم ينفذ في تاريخ دولة الكيان ولا حتى في حرب 1973 بحيث أنها وصلت إلى حد الخطر الوجودي بطبيعة الحال أنه سيكون لديها ردة فعل كالتي نراها بل وأخطر والمقاومة قد حسبت لنفسها كل هذه الحساب هي وكذلك من تتآلف معه خصوصا على الجبهة الشمالية في فلسطين ولذلك نحن نرى حالة الاشتباك المتواصل منذ اليوم الثاني أو الثالث على الجبهة الشمالية وإن كان فيه سقف منخفض ويكأنها تقول للإسرائيليين اخطئ خطأا كبيرا لتعطينا الفرصة لندخل إلى المعركة بقدنا وقضيتنا وإذا صحت الأقوال التي لم تعترب بها إسرائيل حتى الآن فقد أذاعها المراسلون العرب الذين يعملون في جنوب لبنان بأنه على الأقل يوجد ثلاثة جنود قد كتلوا من الحدود اللبنانية داخل الحدود فلسطين المحتلة وقد يكون هذه الشرارة التي يمكن لإسرائيل أن ترفع وطيرت ردة فعلها ضد لبنان وبالتالي يكون الرد الفعل الآخر أن الجواب سيكون في الداخل المحتل عود لك فضلت الشيخ رد المقاومة بكل فصائلها وساحاتها حتى الآن ألم يكن متباين حتى هذه اللحظة ماذا تنتظر المقاومة سواء من جنوب اللبناني ومن سوريا إلى العراق إلى اليمن الجمهوري الإسلامي الإيراني لا أعتقد أن لا يمكن التمييز بين فصائل المقاومة في محمر المقاومة هم جسد واحد من فلسطين إلى جنوب لبنان إلى اليمن إلى العراق وعودتا إلى سوريا بالإضافة إلى الدعم الكبير من الجمهوري الإسلامي في إيران وأعتقد أن هناك أولويات في هذه المرحلة التحشيد الجماهيري وردة فعل الجماهير كانت لها آثار إيجابية كبيرة وهي مهمة لا بد أن تتحول قضية فلسطين وما يحصل في فلسطين إلى رأي عام وغضب جماهيري كبير وهذا ما يرعب العدو من تصدى بشكل مباشر مع الأخوة في فلسطين الأخوة في حزب الله في جنوب لبنان هناك عمليات يومية استهداف للصهاينة على الحدود وهناك شهداء سقطوا إلى الآن ما يقرب 13 شهيد بالمقابل قتلوا الكثير من العدو الصهيوني ودمروا بعض المواقع وبعض المركبات المدرعة هذا بتدخل محور واحد وتدخل حتى لن يوصف بأنه غير مباشر ماذا إذا تدخلت وتوحدت كل ساحات المقاومة وتدخلت كمحور واحد نصرة للمقاومة الفلسطينية وبالتأكيد كما ذكرت حضرتك أنهم جسد واحد إذن إسرائيل تدرك قوة هذا المحور نعم أنا أعتقد الحديث يجب أن يأخذ أكثر شمولية هناك بعد عالمي في هذه العمليات القضية لا تقتصر لنريد أن نجيرها فقط أن نقول أن الفصائل تخوض حرما مع الكيان الصهيوني أعتقد أن المسألة صارت من القضايا الدولية الهامة والساخنة على كل الساحات وبالتالي الكل معني في هذا الصراع وهو في هذه الحرب الدخول أو التهديد أنت تفضلت في السؤال قبل ذلك الدخول البري ماذا سيكون؟ أعتقد أنه سيأتي بنصر كبير إلى الأخوة في فلسطين وستمنى إسرائيل بهزيمة كبيرة وهذا لا يعد بعدد الشهداء وإنما بحجم التحدي وبحجم كسر قواعد الاشتباك الموجودة هناك لغة ليس الكل معني بها ولكن على أقل التقدير المختصون والمتخصصون في هذا العالم يجب أن يركزوا عليها أن قواعد الاشتباك والقواعد التي تحكم العلاقة بين الأخوة في فلسطين وبين العدو الصهيوني قد تحطمت بالكامل السور الذي تحدث عنه الضيف الكريم ليس بهذا الحجم فقط وخسارة اقتصادية إنما هو خسارة كبيرة عندما تفشل الجهود الاستخبارية والمخابراتية والعسكرية والأمنية دقة استعمال هذه الأشرع بسرعة الطيور والتحايل على الرادارات واستعمال الصواريخ لاستمرار الإنذار وابقاهم في الملاجئ لمدة أطول تفاصيل كثيرة في العملية عدد الذين دخلوا الانغماسيون هذا هو التعبير الذي أعتقد أنهما حرب 82 خلفت الاستشهاديين وهذه المعركة ستخلف الانغماسيين سيكون هناك رعب دائم في فلسطين المحتلة ما يعبر عنه بالنيران الصديقة تنتشر بينهم أعتقد هذا الخط خط التماس مع غزة لن يكون في يوم من الأيام صالح للسكن أعتقد أنه هناك مشاكل اجتماعية إضافة للمشاكل الاقتصادية كبيرة كل هذه التداعيات هي نتيجة هذا وإذا حسبناها بالأرقام أعتقد إلى الآن الأخوة في فلسطين حققوا نجاحات كبيرة بالمقابل ما جناه وما حققه الإسرائيلي هو قصف للمدنيين والأبرياء وهذه خسارة كبيرة أيضا إذن هو لم يحصد شيء من النجاحات المقابلة كل هذه معطيات إضافة للمعطيات في الميدان الفلسطيني وأعود لك سيد جلال المعطيات المتوفرة حاليا ميدانيا وستراتيجيا وفقها ترجحون أن تقدم إسرائيل على اشتياح بر فعلا أو اشتياح جزئي أو تحجم عن هذه الخطوة الاشتياح البري اتخذ منذ اللحظة الأولى كقرار سريع متسرع لمن ضرب على رأسه ولا يعرف كيف يتصرف ومنذ أربعة أيام أو نقول أن هذا هو اليوم الخامس وإسرائيل قد أعلنت عن جهوزيتها لدخول البري طب لما لا تقوم بالدخول البري حتى لا يوجد إعاقات سياسية ويوجد إعاقات عملاتية على الأرض بالنسبة لي الإعاقات العملاتية فإن الجد الإسرائيلي الآن لم يعد يثق بكواده بمعنى إلى أين ستدخلوننا الآن يقال يعش الدبابير وهو مصطلح معروف في العلوم السياسية هذا تخفيف للأمر هم سيدخلونهم إلى جهدنا بحيث أنه لن يجد جنودا يقاتلهم هو سيجد أشباحا لأن المقاومة في غزة موجودة تحت الأرض كأسلوب من كتال العصابة أود أن تحدثني أكثر بتفاصيل تفاصيل المقاومة موجودة تحت الأرض ومقاتل حماس تحت الأرض ما مدى اتساع هذه المدينة الأرضية بأنفاقها بحيث وصفت بأنها مدينة تحت الأرض ما مدى أهميتها للمقاومة الحقيقة أن خبرة غزة بدأت منذ الانتفاضة الثانية تتكلم أنت عن ثلاثة وعشرين عاما من العمل أيضا المقاومة وبالذات كتاب القسام خاضت أربعة حروب قبل ذلك والأخف الجاهدي الإسلامي خاضوا حربين أخرين بمعنى أن الخبرة سيدة الموقف عدا عن الخبرة الخارجية التي أحضرتها المقاومة من أصدقاء وأحباب الشعب الفلسطيني ولعل زميلنا الذي يتكلم الآن معنا ذكر بعضها بأن بعض هذه الخبرة وبعض هذا الدعم قد أتى من الجمهورية الإسلامية في إيران هذا لم يعد سرا وبات المقاومة تفتخر به بأن هذا الائتلاف قد حقق فعلا وحدة الأمة بالرغم من الخلافات المذهبية الآن نعود إلى كلامنا بأن الجيش الإسرائيلي يخاف أن يقع بعض جنوده في الأسر فبدل أن يتبجح في القول أنا أريد أن أدخل إلى غزة لأحرر رهائني يمكن أن يقع جنود له في الأسر أيضا وجود العبوات الناسفة التي باتت الآن متقدمة جدا ومتخفية جدا فيمكن أن تشكل مصائد للجنود الإسرائيليين طبيعة الخات دخولهم داخل الدبابات أو ناكلات الجند المصفحة ستتحول دبابة المركباء وكذلك ناكلة الجند المصفحة إلى مصائد حيث ستستخدم المقاومة ما تمتلكه من صواريخ متقدمة كالكورنيت ومضاد الدروع ويوجد قصص كثيرة في السابق لذلك عدى عن ذلك أن إسرائيل حتى الآن لم تحدد ما هو عنوان الدخول البري قبل قليل قبل عدة ساعات دكتور جلال قبل عدة ساعات الكيان أعلن عن خطة الاقتحام وجهوزية خطة الاقتحام وتعتمد على إنشاء ست مراكز لوجستية في غزة واستدعاة 300.000 جند احتياط أمام هذا القرار أو أمام هذه الستراتيجية هل أصبح قرار الدخول مؤكد هذا ما أردت أن أقوله بأن جلالت وهو الفاشل الثاني يعني بعد رقم واحد وهو نتنياهو بالفاشل يأتي جلالت كأنه وزير الدفاع قد أعلن الثلاثة أهداف الحرب عندما قال الأولى تدمير حركة حماس الثانية القضاء على كل جيوب المقاومة في غزة الثالثة إحضار أو صنع سلطة أخرى لحماس في غزة هذه أهداف كبيرة جدا ولا يطرحها إلا من كان يشعر بأن حياته المهنية وسياسية قد انتهت وبالتالي لا شيء عنده يخسره قبل قليل أنا أستمع إلى المحللين العسكرين الإسرائيليين بعد الصفقة الصغيرة التي عقدتها المقاومة بإطلاق صراح رهينتين تحملان الجنسية الأمريكية أن هذه خطوة دبلوماسية ذكية واضطرت الإدارة الأمريكية أن تتكلم عبر قطر مع المقاومة ويبدو أنها هي التي طلبت من إسرائيل إرجاء إلى الدخول البر على كافة الأحوال إسرائيل تخسر في كل خطواتها خصوصا إذا دخل حزب الله بقده وقديدي بكل ما يمتلكه في المعركة والذي يمتلك أضعاف أضعاف ما تمتلكه قوى المقاومة في غزة فنحن على ثقة بأن مجاهدي الردوان سيخضون هذه الحرب ليس على الأرض اللبنانية بل على أرض فلسطين في الجليل في مدن الداخل عود لك شيخ كاظم جيش الاحتلال أعلن أيضا قبل قليل أن قواته ستدخل لغزة وفق هذه المعطيات اللي ذكرها من ضمنها أن هذه القوات سيرافقها إسناد وفرق طبية تتوقع من هذه الستراتيجية بوجود فرق طبية مرافقة للجيش بشكل مباشر تعتقد أنهم يتوقعون راح يقدمون خسائر ومواجهة عنيفة من قبل المقاومة الفلسطينية أعتقد أن القادة الإسرائيليين ليس بوعين كامل في هذه المرحلة وما طرحه سيد بايدن واضح صريح هو دعاهم إلى الدخول في غزة بعملية سريعة وقال من الخطأ تكرار احتلال غزة مرة أخرى لكن القضاء على حماس بمعنى أعطاهم الضوء الأكثر للدخول لإنجاز الهدف والخروج وعدم البقاء في غزة فإذن بشكل عام هم يفكرون بالعملية البرية ولكن هل ستجني هذه العملية البرية أهدافها وثمارها بأنها تحجم أو تقضي على المقاومة أعتقد هذا أمر غير وارد وأعتقد أنها ستتحول إلى مجزرة أخرى للإسرائيليين وسيمنى بفشل كبير باعتبار أن مثل ما تفضل هناك على الأرض أدوات ممكن أن تكون هي الحاسمة والحاكمة وهي العبوات الناصفة والمضادات للدروع إضافة إلى ذلك أن الطيران سيكون محدود في هذه المسألة باعتبار أن الاشتباكات البرية في حرب المدن الطيران يفقد ثلثي من أهدافه لا يستطيع أن يستعمل سابقا كانت الجيش الاحتلال كان موجود في غزة وطر للإنسحاب وسطه وأمام قوة ضربات المقامة الفلسطينية هل هنا الكيان الصهيوني مدرك لهذه التجربة وخطورتها وبالتالي هو فقط يستعمل قضية الاشتياحة البريكة وارقة ضغط؟ أنا أعتقد أولا هو سيستعمل القوات المحمولة المجوقلة وهذا القصف الشنيع الذي يستعمله في أماكن معينة هي لتهيئة مناطق إنزال جوي في هذه المناطق هذا ممكن من الأشياء المتوقعة ولكن ليس هناك شيء يعطيه طمأنينة بأنه سيحقق الهدف ولديه جزم بأن خسائره ستكون كبيرة هو يحاول أن يقنع الداخل الإسرائيلي ليس يكون خطاباته هي محل يعني للتفسير والتأويل بل تخصم بكلمة واحدة أنها استهلاك محلي وبالتالي هو يحاول أن يعطي لشعبه أو لمواطنيه بعض المعنويات التي تحطمت في الكامل على عيد الأخوة في المقاومة الفلسطينية في العملية الأخيرة وبالتالي هو يعمل على أكثر من جهة جانب سياسي وجانب عسكري وجانب أيضا معنى ولي سكانه وأعتقد وهذا هو الأهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس دورا كبيرا في الضغط على إسرائيل أن تكون ردات الفعل محدودة لأنها تمتلك مصالح كبيرة تتأثر بشكل كبير أما الكيان الصهيوني لا يملك في المنطقة إلا أمنه وقد فقده وبالتالي هو لا يفكر بالعواقب كثيرا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أنها ستخسر كثيرا إذا ما توسعت الحرب وهذا مسألة جدا مهمة جاهرية يجب على محور المقاومة أن يدرسها بشكل جيد المتحدث باسم كتاب سيد الشهد سماحة الشيكي أظم الفرطوسي كنت ضيفا كريما شكرا لك وشكرا جزيلا لكم الخبير بشان الإسرائيلي الدكتور جرال رمانا كنت ضيفا كريما عبر سكايب شكرا لك أذن مشاهدين شكر موصول لكم إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وللقاء في حصاد آخر